في توصل الاتفاق على انضمام مصر لمنصة بابس خلال الشهر اللي جاي واللي من المفترض ان رئيس البنك المركزي حيوقع على اتفاقية انضمام مصر للمنصة دي عشان يتم السماح لبعض البنوك المصرية انها تنفذ معاملات التسوية والمقاسة بالعملات المحلية وده بعد موافقة البنك المركزي خلونا نعرف منا تفاصيل اكتر عن الفوائد والعوائد الاقتصادية من انضمام مصر لهذه المنصة منصة الدفع والتسوية بالعملات المحلية ما بين الدول الافريقية معانا على الهوى دكتور يوسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافرقة صباح الخيرات دكتور يوسري صباح الخير عليكم وعلى مننا على كل متابعين للقصولة عايزين من حضرتك كده يعني نفهم اكتر ايه معنى ان مصر تنضم لمنصة الدفع والتسوية بالعملات المحلية ما بين الدول الافريقية والتأثير الايجابي لهذا الانضمام في الحقيقة منصة بابس أو المنصومة أو نظام بابس هو نظام يمكن سعى إلى إيجاده بنك الأفريقي للتصديق والاستراض هذا النظام بيضمن عملية المدفوعات والتسويت المدفوعات عبر القرار الأفريقية بالعملات المحلية هذا النظام بيضمن لكل دولة بينضم البنك المركزي لها إلى أن يتم توفير الدفع الفوري لكافة المعاملات التجارية بالعملات المحلية للدول المنطمة في هذا النظام اللي بيسموه بابس وخلينا أقول هنا أنه طبعا إحنا عارفين هناك بلوت متعددة الأطراف بتشتغل في القرار الأفريقية زي بنك التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للتصديق والاستراض البنك الأفريقي للتصديق والاستراض هو بنك معني بالعمل على تسهيل عمليات التجارة عبر القرار الأفريقية طبعا أمانة المنطقة التنمية للتجارة البانية للحوال الأفريقية المنبسطة من الاتحاد الأفريقي مع الأفريقي زيب بنك أو البنك الأفريقي للتصديق والاستراض بيسعوا تماما وجاهدين إلى عملية تطوير التجارة البيانية الأفريقية هذا النظام سوف يضمن حاجات مهمة جدا أول حاجة في دفع مبسط وفوري للبضاعة المصدرة مثلا على سبيل المثال من مصر نيجيريا بالعملة المحلية أو العكس الحاجة الثانية ده هيخفف الضغط لطلب البنوك المركزية على العملة الأجنبية داخل القرى الأفريقية ثالث حاجة وده مهمة جدا أنه هيوفر المصاريف اللي كانت بتدفع ما بين الدول الأفريقية في العملات والمعاملات التجارية في العملة الدولارية يعني هيوفر تقريبا من 5 إلى 10 مليار دولار سنوية كان بيدفع رسوم بس أو طرق رسوم على استخدام العملة الأجنبية مش العملة الأجنبية نفسها داخل دول القرى الأفريقية خلينا نتفق على أن الدول الأفريقية أو طبعا مصر بقيادة الرئيسة عبدالفتاح السيسي وعام 2019 يعني بدأت الانتهاء التام من انضمام التجارية البيانية حوارة أفريقية يمكن البس بدأت تجريبة التجارية البيانية وكل ذلك كمتابعين عارفين أن في بعض البنوك الجمهوركية بدأت بعض الطرق تنفيذها وفقا لهذه الاتفاقية هنا بقول أنه هيكون فيه أعمالية تسريع لوطيرة التعامل في التبازل التجاري بأدور القرى لكن كانت دائما أبدا من هيك مشكلة العملة الأجنبية هنا هيكون فيه تقريبا انفراجة في هذا الأمر لأننا نجد أن نتعامل إفريقيا بعملة محلية بأدور القرى طيب فكرة دكتور يوسري فكرة أن أربعين دولة بالفعل طبقت النظام المصرفي دائما لم يكن أكبر إحنا مصر أعتقد أنه كان آن الأوان أن الجنيه بقاله تقل أكبر بكتير في المحلي الأفريقي وأنه يتم التعامل معاه كعملة تخفف من علينا ومن على الدول الأفريقية الضغط اللي بتمثله العملة الأجنبية بقول تأكيد ده شيء مهم جدا بالنسبة للعالم يحاول جهدا سواء من خلال اتفاقية البريكس ودول البريكس أو من اتفاقيات داخل القرى الأفريقية في البحث عن حلول بديلة للتعامل بالعملات المحلية أو المعاملات البعيدة عن النجوء واستخدام الطلقات أنا في التصور الشخصي أن هذه الخطوة خطوة هامة جدا دول القرى الأفريقية لابد أن تحاول الاستفادة من المواد الخام الموجودة في القرى المنتجات الموجودة في القرى إحنا يمكن معدلات التجارة البيانية الأفريقية لسه في اتجاهها للصعود استفعنا من 17% إلى حوالي 21% لكن بنستهدف الوصول في 2030 وفق لدينا أفريقيا في 2063 إلى ما يقرب من 55% حجم التجارة البيانية الأفريقية لأنه في الحقيقة الأرقام كانت بتعكس قبل سنوات بسيطة أن الألقاء في التجارة الدولية أفريقيا مع التجارة الدولية كانت أعلى بكثير من التجارة البيانية الأفريقية فيه فرصة سانحة كبيرة جدا لمصر مصر بتصدر بحوالي 6 أو 2 من 10 مليار دولار للقرى الأفريقية وفيه فطورة كبيرة جدا للقرى الأفريقية كانت بتتعودها من الخارج هناك فرصة الآن لأنه عندما يوجد حل سريع وعاجل ومبسط للدفع الفوري ما بين دول القرى الأفريقية أعتقد أن هذه رسالة إلى كل تاجر في كبيرة مصر العربية إلى كل مصنع إلى كل مصدر أن يأخذ في اعتباره أن الحلول فيما يتعلق بالمدفوعات قادمة بعد توقع هذه الاتفاقية هو بسرعة شديدة ده فيما يتعلق دكتور يوسري في المعاملات البالية العملة المحلية ما بين الدول الأفريقية إلى أي مدى زي ما حضرتك وضحت دلوقتي ده ممكن يعزز من فرصة زيادة التبادل التجاري ما بين الدول الأفريقية وفكرة التكامل الاقتصادي لأنه كل دولة أو كل تكاتل الاقتصاد نحن عندنا تكاتلات اقتصادية مهمة جدا واتفاقية للتجارة القرية داخل القرى الأفريقية إلى أي مدى ده ممكن يعزز الميزة النسبية لكل دولة أو لكل تكاتل الاقتصادي داخل القرى الأفريقية الأمر أصبح بسيط طبعاً نحن عارفين من ضمن التحديات في التجارة البنية الأفريقية أنه كان فيه تحديات قائمة من التحديات منها النقل للوجستيات وتوافر بضاعة الآن أصبح وعيداً كانت مشكلة المدفوعات أو التوفير العملة الدولارية أو للدفع ونقض الأجناب للدفع من دول القرى خيان أسم دول القرى فيها على الأقل 8 مناطق إقليمية في غرب أفريقيا وشارع أفريقيا وفي صف صحاري الأفريقيا الجنوب الصحراء وصف أفريقيا شمال أفريقيا أعتقد أن هناك هذه التجامعات أو 8 تجامعات تجارية أيضاً في القرى كلها كان ديها إلى حد كبير تعامل مع عملات ومع احتياطات في هذه العملات في الدول الأجنبية زي اليورو زي غرب أفريقيا زي الدولار النهاردة دي كلها كانت بتكون عائق أمام عملية أفستادات في هذه المدفوعات هنا بنتكلم على فكرة مهمة جداً أنك إنت لو عندك تاجر بيشتغل في قد فور بيشتغل مع تاجر في جمالية مصر العربية مصنع هيقدر يحول بالعملة المحلية ويشتري بالعملة المحلية كأنه في نفس التاجر بيشتري في جمالية مصر العربية هتواجه مباشرةً للبنك هيعرف يسوي هذه المدفوعات وبالتالي هيزيد عملية التجارة وعملية الانتاج والاستفادة من المنتجات داخل دول القرى والبعد عن عراقي التوافر العمل الأجنبية ده بالتأكيد هيساعد أنا في تصوري من النهاردة 20-24-20-30 ربما نجد مضاعفة في نسبة التجارة البنية الأفريقية وفقاً بهذه المنظومة نتعشم جميعاً أن يكون هناك حلولاً في النقل واللوجستيات حوض القرى الأفريقية إذا انتهت حلول المدفوعات والنقل واللوجستيات فأنت تتحدث عن قرى أفريقية سيكون فيها عملية سهول التجارة البنية الأفريقية بشكل غير مسبوك وهذه خطوة هامة جداً في تاريخ العمل المصر الأفريق المشترك وتعيز التعاوض المصر الأفريقية بشتركة لعلق وفقاً القصر المصري يأخذ هذه النقطة درجة إيجابية للانتقال إلى الأمام بشكل جيد انضمام مصر إلى هذه المنصة منصة بابسة ممكن إن شاء الله يفتح أفاق وعيدة للتبادل والتجارة ما بين كافة الدول الأفريقية والتجمعات الاقتصادية بشكرك شكراً جزيلاً دكتور يوسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفريق